السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جبت لكم لعبة لينوبوس هذا الصندوق الأسود الصغير اللي شوفون أقبالكم يحتوي على واحدة من أكثر الألعاب اللي ممكن أنه تستمتعون بيها في حياتكم وهو واحدة من الألعاب السهلة المناسبة لكل العمار وبنفس الوقت اللي ممكن أنه تكون صعب مثل ما شوفون حاطين بيه هذا الكتاب بعدين أعرض لكم طريقة استخدامه هاي اللعبة مثل ما شوفون بيها قطع أشكالها ثابته وكذلك ميزيها بعلوان وكذلك أكو تجويف يناسب القطع عددها خمس صفوف ودعش عمود أو بالعكس العكس الصحيح المهمة من هاي اللعبة أنه ورمى الزيحون هذلنا الأشكال وبالطريقة لشوفوها ملائمة أو مناسبة هاي اللعبة راح تنمي مهارة التركيب والتفكير بنفس الوقت ممتعة جدا يمكن أن تلعبها أنت أو جماعتك وكذلك ممكن أن تعملون بها تحديات وشوفون من أسرع واحد ممكن يعيد التركيب بيها الأمر المفاجئ بهاي اللعبة أنه مثل ما تلاحظون تبدي بالبداية بالتركيب بصرعة عشوائية إلى أن ممكن أنه توصل إلى نهاية مزدودة أو مثلا أنه هذي القطع غير ملائمة وتأخذ وقت طويل ولكن بالاحتياط راح تعرف من البداية أنه يا قطعة أو أشكال القطع وراء ما تتعود عليها أنه منه تلائم المكان المناسب مثل ما تلاحظون أنه أنا أيضا وصلت إلى نهاية مزدودة أنا حاليا بصورة واحدة ما قدرت أركبها المفاجئ أنه من تفتحون الكتاب مع الأرشادات راح تلاحظون بيها لفظات لمستوى الصعوبة يبدن من لفظ واحد وينتهن بستين نعم يا عزائي هاي اللعبة البسيطة لقبالكم ممكن أنه تركبون القطع بستين طريقة مختلفة لعبة لينوبوس أنصح بيها لأنها تتمي الذكاء مهارات التفكير وممكن أن تبعد نفسك وأطفالك عن الألعاب الألكترونية شكرا جزيلا لمتابعة هذا الفيديو